اه في الفيديو ده تالت ان شاء الله من كورس للفوتوشوب. عن التكلم عن حاجة مهمة. وهتفضل معك لاخر استخدامك للفوتوشوب. اه وهي زوم. ده موضوع مهم جدا. لانك طول ما انت بتشتغل في الفوتوشوب هتبقى حابب انك تقرب من اجزاء معينة من الصورة. الصورة اللي انا فتحها ديه كمسال يعني. اه لو بصينا هنا فوق على التاب المكتوب في اسم الصورة. اتلاك مكتوب هنا تلاتة واربعين في اه ونفس الكلام مكتوب هنا تحت تلاتة واربعين في المائة. تلاتة واربعين في المائة دي هي اه نسبة التصغير بتاع الصورة. لان الصورة حجمها في الحقيقة اكبر من كده بكتير. انا شايف تقريبا كده تلاتة واربعين يعني تقريبا اقل من نص الحجم الحقيقي بشوية. اه والكلام ده لان باي ديفولت لما بتحط اي صورة تخدها تفتحها او ترميها في الفوتوشوب هو بيفتحها لك بحيث ان هي اه تكون زهرة كلها. لانك لو عملت زوم اكتر من كده. وقربت في اجزاء طبعا مش هتقابينة. لو حابب اعمل زوم اقرب كمان. بعمل ايه? بروح على فيو. دوس على قائمة فيو. اه وبعدين بروح على زوم ان. هتلاقوا هتلاحزوا جنب كل اه اه امر من الاوامر اللي في القائم دي. مكتوب الشرطة بتاعته. هنا مسلا زوم ان لو عايز اقرب. هدوس كنترول بلس. يا اما ادوس هنا من هنا. يا اما هطلع هنا بلاش ادوس هنا. اكليك في اي حتة. الجزء ده. وبعدين. هنا هدوس كنترول بلس. هتلاحز ان هي بتقرب وكمان النسب اللي مكتوب هنا ضغيرت. هنا مسلا بدل تلاتة واربعين في المية. بقت خمسين في المية. هنا نفس الهكاية تحت. طب تعالوا نجرب مرة كمان. كنترول بلس. اهي. قربت كمان وبقت نسبة ستة وستين في المية. هقرب مرة كمان. كده بقت مية في المية. ده الحجم الحقيقي للصورة بتاعتي. طيب لو انا عملت زوم اكتر من كده. خلينا مسلا نعمل كمان. اهو. هدي مرة كده بقت ميتين في المية. كمان. بقت تلتمية في المية. شايفين الصورة تبتدي تتشوى. ويبدأ البيكسل تبان. طبعا ما ده البيكسل ده انا هنشرحه بالتفصيل يعني المهمين اللي بعدين وايه هي الصورة بتكون بيكسل ازاي والقصة دي. بس خلينا الاول دلوقتي نعمل كنترول بلس. نرجع تاني كنترول ماينس اسف عشان نرجع تاني كمان مرة. مرة تالتة كنترول ماينس. نعمل كمان كنترول ماينس كنترول ماينس تاني. لغاية ما نوصل خمسين في المية لا كمان. آآ طيب كده تلاتة وتلاتين آآ في المية. خلي بالنا تعني نعمل كده بان. لما بقرب بقرب على جسم الظرافة يعني بقرب بالزبط على بتاع الرسمة اللي عندي. طب انا لو انا مش عايز اعمل زوم كده. انا عايز اعمل زوم مسلا على عين الظرافة دي. بعمل ايه? بروح على آآ التحت هنا في الطول على الجمال في الطول بار. علامة آآ العدسة المكبرة دي. دوس عليها. وبعدين بروح عند مسلا العين. الجد اللي انا عايز ازوم عليه. ادوس. اكليك. كل ما اكليك هنا كاني عملت كنترول بلس بالزبط. بس الفكرة ان انا بختار ازوم فين بالزبط. دي مية في المية هاي. دي ميتين في المية. في كمان يعني بدل ما كنت اروح هنا على طول بار و اكليك انا كمان ادوس حرف الزد. هتلاحظوا ان هنا هنبتدني استخدم حاجة مهمة جدا جدا في الفوتشوب. وفي معظم البرامج يعني. وهي الشورت كات. الشورت كات دي آآ حاجة مهمة قوي. هتوفر لك وقت كبير جدا جدا في استخدام الفوتشوب. وحتى في احصائيات عموما اللي بيستخدم الشورت كات عن اللي ما بيستخدمش بيوفر تقريبا عشرين في المية من دلوقتي. يعني كل اللي ما بيستخدمش شورت كات خالص لو قلنا هيقعد عشر ساعات اللي بيستخدم في شغل تمن ساعات بس ده مش معناه ان انت تقعد تحفظ في الشورت كات يعني ما يناس يعني كنترو تلاس الزوم يعني زد لا يعني الموضوع ما بيجيش كده هو الموضوع انا مش حافظ لكل الشورت كاتس حافظ حاجات معينة اللي هي بتستخدم آآ كتير ودي حاجة هتيجي مع الشغل يعني بلاش انت هتقعد مسلا تكتبها في ورقة او تتوجه عن مجموعة وتحفظها ممكن يعني الحاجات المهمة قوي اللي انت شايفناها مهمة زي الزوم مسلا مؤقتا في البداية اكتبها في فرقة لكن بعد كده من كتر الشغل هتخليك تعفظها لو انا بستخدم الاعلامة العدسة دي وعايز اعمل زوم اوت او ارجع الورى بدوس على آآ الالت وهتلاقي اعلامة البلس دي اتحولت لماينس دوس على الالت هو واتليك هتلاقي ان هي بتابعت آآ دلوقتي انا ما هتلاحظوا ان انا معلم على اعلامة العدسة لو عايز ارجع للتول اللي هي باي ديفولت بيفتح الفوت الشبع عليها هي بتكون اللي هي علامة المربع اللي فوق لي هتدوس عليها تاني كده بتروح علامة الزوم لو عم تكليك في اي حتة في الشاشة مش هيحصل زوم في شرط قاد تاني آآ مشهور قوي وغالي ما هتستخدمه كتير بعد كده الزوم وهو الكنترول مع الاسبيس سبيس بار مع الكنترول هتلاقوا ان هي مؤقتا ادتني علامة البلس خلي بالكو ان هنا انا مش متعلم على العلامة العدسة آآ في الطول برع الشمال لا انا متعلم برضو على العلامة اللي هي باي ديفولت انا دلوقتي اي دي حاطت على الكنترول لو شلتهم برجع تاني تتشهل علامة الزوم الموقعة ودي حاجة مهمة لان احيانا وانا شغل مثلا مع ماسك علامة الفرشة او ماسك علامة السليكشن او اي حاجة وبعاوز ان انا ازوم اللي سانية وبعدين ارجع بسرعة للتول اللي انا كنت بستخدمها فعشان كده موضوع الكنترول ومعاه الاسبايس برده بيوفر لي وقت لو انا عايز ابعد تاني آآ بادوس كنترول واسبايس ومعاهم الالت واعمل كليك هنا برجع تاني خلاص معلش هي لو الموضوع بس آآ الشرط كاتس بتاعت الزوم ممكن يخبر شوية بس ده مهم جدا لازم نحفظه طيب دلوقتي لو انا عايز آآ اشوف الصورة كلها بحيس ما فيش جزء مختفي ده بروح على view واعمل fit on screen او كده انا شايف الصورة كلها طيب لو عايز اشوف اعمل زوم لغاية ما اوصل لمية في المية يعني اشوف الحجم الحقيقي للصورة روح على view واعمل مية في المية او ادوس كنترول وان كده او او استخدم الشورت كاتس بتاعها الشورت كاتس بتاعت الزوم هي من اسهل الشورت كاتس اللي في الفوتوشوب وهو عاملينها كده لانه موضوع الزوم ده مهم جدا كده عملت مية في المية مية في المية دي آآ اللي هعمل زوم لو عملت زوم اكتر منها هتبتلي الصورة تباكسل مني وشكلها تبقى مش تمامة لو عايز ارجع على طول اعمل تديني المية في المية على طول تديني الصورة الكاملة في طريقة كمان زريفة اول الزوم انا الشخصية محباها جدا ان انت تدوس آآ على الالت ومعاه تعمل بالساقية بتاعت الموز كده بس نعم بتزوم آآ دي فيها ميزة ان هي سهلة مش محتاجة تدوس على كزا زرار يعني وحول نفسي الاخطبوط ودوس على كده تلت زرائر مسلا عشتعمل زوم اوت لان هنا بدوس بس على الت وبعدين اعمل زوم اوت وزوم ان في ميزة كمان فيها ان آآ اللي احنا فاكرين لو عملت كنترول زيرو وبعدين كنترول بلس كنترول بلس كنترول بلس آآ بتزوم بكميات كبيرة يعني درجات كبيرة لكن لو عملت واستخدمت الماوس هتلاقي ان هي يعني زوم واحدة واحدة ودي احيانا بتكون مهمة وبحتاجها في ميزة كمان زريفة ان انا ان هو بيعمل زوم بالاسلوب ده على الجزء العلامة الماوس فيه آآ يعني مسلا لو روحت عند العين ويفتفقها بالماوس ما غير ما عملت لك وادوس على وبعدين احرك الساقية الفوق اي لاحظوا ان هي بتزوم وبتخلي السنتر هو الجزء اللي بدأت اعمل زوم عليه ولما برجع بتققى بنفس الطريقة فيه طريقة كمان للزوم ان انا ادوس آآ كنترول مع آآ وبعدين اعمل كليك واشد نحية ليمين او اعمل كليك واشد نحية الشمال هنا برضو بتزوم في الجزء اللي هعمل كليك فيه مسلا عند العين تعالوا نعمل كليك ليمين دي بفضل اعمل زوم لغاية اما اوصل اني اشوف البيكسل اللي مكونا للشاشة هنا طبعا ما اقدرش دي اقصى حاجة للزوم تلاتلاف ومتين في المية ما اقدرش شوف اكتر من كده دي طبعا هنا بتورينا الفوتشوب بيشوف الكمبيوتر معوما بيشوف الصور ازاي هي بتققى بيكسلز بالشكل ده بتقرب قوي عشان دينا في الاخر الصورة انها ايه آآ هدوس على كنترول وآآ سبيس بار واشد نحية الشمال عشان ارجع اثار الصورتين آآ ممكن كمان في بعض الاحيان تكون محتاج تدخل نسبة زوم معينة انت آآ محدد هيا مسلا تعالوا ندوس كنترول زيرو آآ هي دلوقتي تعالوا تحت خالص على الشمال اتلاقوا مكتوب تلاتة واربعين في المية نفترض ان انت عايزها تبقى خمسة واربعين في المية تعال نعمل كليك وبعدين بالاسهم ندوس لفوق عشان اعمل زوم طبعا ايه خمسة واربعين في المية طبعا هي ما بتدنيش القيمة الحقيقية الا لما عمل انتر ايه عملت زوم بدرجة اتنين في المية حاجة بسيطة قوي آآ انا عارف انها حاجة يعني ممكن تحس انها ملاهاش قيمة بس لأ وانت شغال قدام شوية احيانا هتحتاجها طيب خلونا نعمل آآ زوم باي طريقة من الطرق اللي تعلمناها لكم مسلا آآ سايل فوق كده آآ لو انا دلوقتي في الجزء ده من الصورة وعايز اتنقل لجزء كامي آآ هتلاحظوا لو احنا آآ اللي هي اللي هي آآ آآ عايز اتحكم اطلع فوق او تحت آآ ممكن بالساقية اطلع فوق طبعا انا مش دايس آآ مش دايس انا عادي مش دايس اي حاجة بس بتحكم بالساقية بالشكل ده او ممكن امسك البار ده العالمين والشمال واتحكم طبعا دي طريقة انا عقيمة محدش بيعملها انما اشهر طريقة ان انا اروح على الهاند دي دوس عليها كده وامسك لما عمل كليك همسك الشاشة واحرقها بالشكل اهو اروح على اي جوز انا عايزه بكليك ودراج كليك وزوء كده هتحكم فيها طب لو انا في اي طول تانية وعايز بس مؤقتا يعني خلينا مسلا ان انا افترض ان انا برسم امسك الفورشة دي اختر بيها اي لون اروح عند الكلر اختر مسلا لون الاحمر افترض بس ان انا برسم او بلون حاجة زي كده طبعا هشيل الكلام ده بس مؤقتا يعني وعايز اه يعني اشد الصورة كده عشان ارسم في حتة تانية اه هاوع بقى اروح عند الايد وامسك الايد وبعد كده ازوء كده وبعد ان ارجع الفورشة وارجع ارسم لأ في طريقة تانية ان هو انا كده اونلاين اروح دايس الاسباس بار اول ما ادوس على الاسباس بار هتديني علامة الايد اروح اعمل كليك واشد كده اول المسيب برجع تاني الفورشة واكمل شغل تاني اه في طريقة كمان للزلوم ظريفة كده ان انا ادوس على علامة ادوس وافضل دايس افضل حاطة صباعي وبعد كده اكليك كليك عادية شمال وافضل حاطة دايس على ما اشيلش من عنك هتلاقوا ان الصورة بعدت جدا عملتي اه اه ازهارات الشاشة كلها واقدر اتحكم ان دلوقتي اه اصف لكم الوضوع بالضبط انا حاطة صباعي على آآ زرار الاش وازباعة عليه وعامل كليك ودايس كليك آآ على الماوس آآ اه قدرت حكم في اي حالة لان عايز مسلا نروح عند الجزء ده اللي فيه مسلا ايميل ده واسيب اريلي مش هاتيب الاش اسيب من على الكليك هتلاقيني روحت لجزء ده. ادوس تاني وافضل دايس دايس وبعدين اروح على جزء تاني مش ال comenzer وبعدين اسيب ليب بعدين لما خلص خلاص، قنا عايز مسلا استقرر خلاص في الجزء ده اشيل صبوعي من على يعني طريقة سريعة كده لو انا دست على مرة واحدة هتديني علامة الايد كده على طول مش يعني ده مش مش موجود الا وانا في اي طول تانية زي مسلا او زي ده اي يعني مسلا نروح على وبعدين هدوس على وافضل دايس وبعدين اروح على وافضل اعمل ده فيه تاني على الشمال خلينا ندوس كنترول زيرو عشان نشوف الصورة كلها اه نفترض ان انا برضو هنروح على اداية بتاعت الرسم ان انا برسم كده وبعدين وانا برسم اه انتو عارفين الواحد لما بيجي برسم غالبا بتكون بيرسم بسهولة اكتر الخطوط الافقية لان احنا احنا بدرسم بنسبت الكوع بتاعنا ونتدى نتحرك المعصم فغالبا بنقف نرسم خطوط افقية لك ان الخطوط الرأسية بتبقى صعبة وما بتبقاش منتظمة طبعا البرسم بالموسة لكن انا اصد يعني الراسم بالايد او اللي منكو هيتخصص اكتر في ديجيتال بينتنج وهي بحابة بيجيب جرافك تابلت اللي هو اقل من رسم اه بتاع الكمبيوتر طيب لو انا عايز ارسم خط رأسي بس مايبقاش مهزوز اعمليه فيه تول هنا تحت الايد اه اسمها الوتيتول الاول انا ازاي جبت الاداء اللي تحت الايد دي هتلاحظوا في كل اه في كل اه طول من التولز اللي على الشمال دي اه معظمهم فيه وكلهم تقريبا فيهم اه تحت كل واحدة فيه علامة سهم صغيرة قوي قوي ابيض همعليمين تحت في كل دي معناها ان فيه اه تانية تحت التول دي فرعية اه اوصلها ازاي بروح اعمل كليك وهولد يعني كليك وافضل دايس كليك اهي وبعدين اصيب هتلاقي اطلع لي اقدر اخترع هنا مسلا اه تحت الايد في حاجة اسمها ايه دي شايفين ليها علامة كده العلامة دي معناها لو انا عملت كليك وشدت كده هقلب الصورة دي مش معناها ان انا بقلب الصورة الحقيقة يعني لو 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 سيفت وعرضت مسلا الصورة دي على فيسبوك ولا في اي حتة مش هتبقى مقلوبة لا هو ده اللي انا شايفه مؤقتا اه دي بتستخدم في كزا حاجة يعني ممكن تستخدم في او في الرسم طبعا الرسم هو الاستخدام الاكتر اروح عاملها كده وبعدين ارجع تاني للجزء بتاع الفرشة اهو وبعدين ابتدي ارسم بها زي ما عايز او يعني طبعا ليها استخدامات كتير يعني غير غير رسم لو عايز ارجع تاني للجزء بتاعي اروح هنا واعمل كده او ان انا اروح على وادوس هنا في حتة دي اه ممكن وانا في الفرشة اجيبها مؤقتا بسرعة بدل ما افضل رايح على الفرشة وارجع هنا والقصة دي اه ادوس على علامة الار ادوس بافضل وابعدين اروح شادت كده وبعد اسيب من على الماوس وبعد اسيب من على كيبورد ترجع لي تاني علامة الفرشة ده اسلوب اه سريع يعني ممكن ادوس زي ما ادوست دلوقتي عشان ارجع تاني اعمل بدل ما اروح على الجزء بتاع فيه كمان حلو وشايفين على طول برده تحت خالص اخر مربع تقريبا اول ما اوقف عليه تلاحية اسمها change screen mode اه ده لو دست اه عليه وافضل دايس هتلاقو في كازا حاجة فيه standard اللي احنا شايفينه ده الحاجة اسمها full screen اللي هي تاني واحدة لو دست عليها هتلاقو الشكل خدر الشكل ده كبرت شوية شالي الجزء اللي تحت اللي هو اصلا انا مش مسجله بس هتلاقوه عندكم اختفى لو عملت هنا طويلة وبعدين دست على اخر واحدة اللي هي full screen طبعا هي عشان بس اه او مرة البرنامج جديد ومتسطب فهتظهر لي اه بمسج لو دست عليها مش هتظهر تاني دي في اول مرة بس ادوس عليها full screen اه بقت full screen وانا في full screen اقدر استخدم كل علامات الزوم اللي اطلقوا عليها يعني مسلا ادوس control zero control plus control minus او اعمل زوم بكل الطرق اللي احنا تعلمناها او اقدر اروح على الجزء اللي على الشمال ده اهو لو دست عليه روحت عليه هيطلع لي الطول بار لو شلت ايدي من عليه وحاولت اشتغل باي شكل مسلا اهي اقدر امسك الشاشة وغياني اقدر اشتغل اه عادي جدا واعمل اللي انا عايزه اقدر ارسم مسلا لو كنت برسم او اعمل selection اه بس الجزء اللي على المين برضو هي لو روحت له هيزهر لكن هو مش هيبقى ظهر طول وقت هيبقى ظهر بس لما بروح ووالمس اطراف الشاشة احيانا بيكون مهم ان انت تشوف الحاجة في الفول سكرين اه لو مسلا انا عايز توريها العميل او انت تشوفها بشكل احسن اه لو عايز اعمل من اطلع من الفول سكرين ممكن اعمل سكيب زي من عملت دلوقتي اه طيب لو انا عايز اعمل سايكل يعني الف على المختلف بدوس اف ادوس اف مرة تانية التالتة كل مرة بروح على مود مختلف في طريقة في ناس تحب تشتغل بيها ونسلقها هي اه علامة اه احنا حطناها هنا وروحت عليها اقف هي علامة ده بتاع البواخر والسفن اه وطبعا انتوا لسا مش حافظين شكل العلامات ايه فممكن تروح على الويندو وتدور على البانل بتاعت نافيجيتور هي الترتيب ابجادي واكليك عليها هتلاقي لي طريق اللي هي اه ممكن اكبره يعني ممكن امسكه هنا واكبر شوية كده نفس الصورة اللي عندي هنا اه لو عملت زوم بقى اي طريقة امل طرق خلينا مثلا الت واعمل احرق الساقية هتلاحظوا فيه هنا علامة اه مربع احمر بيحوط الجزء اللي هو باين على الشاشة الكبيرة اللي عندي هتحكم به كده اكليك وامشي كل ما بكليك وعمل كده بيروح بيروح على جزء اه انا بختاره في الشاشة وسيلة فيه ناس تحبها ونسلقها يعني انا شخصية مش بتعود عليها هنا برضو بتكتب لي نسبة الزوم كام اه ممكن اكتبها على طول اللي انا عايزه مسا ممكن اكتب مية في المية اهو واا اكليك في اي حتة اه سوري اه مية في المية وادوس انتر هتعمل لي بمية في المية اه وهكذا يعني ما عرفش انت حبها وفي هنا سلايدر ممكن تعمل زوم من هنا وتعمل زوم قوت اه يعني براحتك طريقة اه قلت برضا اقولها لكم جايز الناس تحبها في ناس مثل واللي بتعمل ديجتال بينتنج وبترسم بتحب تستخدم الطريقة دي حاجة اخيرة في الفيديو ده هابقى بقولها اه شايفين الجزء اللي علمين ده اللي هي دي موضوع ده هشرحه بالتفصيل بعد كده يعني ايه هو يعني مبدئيا كده هو اه دي حاجة من اقوى الحاجات اللي موجودة في الفوتوشوب وبرامج الجرافيكس عموما ان هو بيعتبر ان فيه طبقات من الصور فوق بعض يعني هنا مسلا دي كزا دي كل آآ لها شكل يعني مش عايز على اخباتكم خلينا نشرحه لما نيجي للجزء ده حاليا بس عايز اقول لكم حاجة واحدة آآ عايزين نكبر حجم اللي دي هنروع على آآ علامة المينيو دي وندوس كده آآ وننزل تحت عند حاجة اسمها اكليك عليها واكبر شوية العلمة بتاعة البانل دي هدوس كده وبعدين اقول اوكي آآ كبري شوية ممكن اكبرها لاخصى حاجة لو انتم عايزين آآ الموضوع باختصار ان انا ممكن احط كزا صورة فوق بعض كل صورة موجودة في الكلام ده كله في مالف واحد بس آآ ايه الفكرة من الموضوع دي الفكرة ان انا ممكن اختار جزء معين من صورة واخليه يظهر فوق صورة تانية زي ما هنشوف مع بعض بالتفصيل بعدين بس حاليا بس انا هحابب ان شكل يبقى كبير شوية عشان يبقى آآ كلنا شكل عندنا زي بعض